قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب بميقاتي إن الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها يشكل جريمة حرب وكانت القوات الإسرائيلية قد أصدرت أمر إخلاء جديد لمدينة بعلبك اللبنانية وبلدتين مجاورتين كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ستة مسعفين من هيئتين تابعتين لحزب الله وحركة أمل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان جولات مكوكية يقوم بها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل هيئة البث الإسرائيلية نشرت مسودة اتفاق حملها هوكستين خلال زيارته للمنطقة حيث قالت الهيئة إنه من المنتظر أن يتم إنجاز هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل ووفقا لمسودة الاتفاق فإن الحكومة اللبنانية ستشرف على مبيعات الأسلحة حتى لا تنتهي في يد حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى كما أن الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة على الخط ألف في جنوب لبنان وسينشر قواته على طول الحدود والمعابر وفي غضون ستين يوما من توقيع الاتفاق سيتعين على لبنان نجع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان وستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية أما على الجانب الآخر فإنه سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام وسيحل محلها الجيش اللبناني وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى محاولات أمريكية للبقاء على خط جهود الوساطة ربما لا تلقى حماسة كبيرة من قبل الأطراف اللبنانية انتظاراً لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل